ينضم إلينا من الخرطوم الدكتور كمال عمر الخبير الدستوري والأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي وينضم إلينا كذلك من الخرطوم صالح محمد المحامي وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي أهلا بكم وشكرا على قبول الدعوة البداية من سيد كمال سيد كمال أنتم كنتم جزءا من سياغة هذا المشروع مشروع مسودة الدستور التي ستقدم للأحزاب السياسية بداية هل قدمت أو قدم المشروع للأحزاب السياسية هل تلقيتم ردود فعل مساندة لهذا المشروع بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير أهلا بك هذا البرنامج برنامج ممتاز نحن عشان نعمل إضاحات في الوضع السياسي والدستوري في هذا البلد البلد مأزوم شكرا طيلت حكم 30 سنة من الاستداد والشمولية وبعدين جات شراكة مع العسكر عملت تراجع كبير في مبادئ الصورة الآن نقابة المحامين اللجنة التسهيرية في نقابة المحامين دعت لورشة لكل القوى السياسية ما عزلت تنظيم سياسي موجود في السودان نحن استيبنا لهذه الدعوة وقعدنا في مناقشة طويلة مناقشة غير مسبوقة بعد الصورة كل القوى السياسية إلا من أبى نقشنا مشروع دستور انتغالي ابتداء من كلمة مشروع دستور انتغالي توافقنا حول نصوص مهمة للانتغال يعني النصوص المهمة للانتغال علاقة العسكر بالسلطة لأننا تعزنا من تجربة الوسيقى الدستورية قلنا هذه الوسيقى وسيقى للسلطة المدنية سلطة دستورية بحماية مدنية للقوى السياسية هذه القوى السياسية توافقت حول مجموعة مبادئ من سمات الدولة لمؤسسات الدولة مجلس السيادة مجلس الوزراء سلطات الجيش المحكمة الدستورية وسيقة الحقوق قوانين الانتخابات كلها بالتوافق السياسي نعم وصلنا لمشروع لمشروع انتغالي بمثل رغبة الشعب السوداني بتمثيل شاركوا فيه لجان المقاومة تمثيل لجان المقاومة تمثيل لأسر الشهداء تمثيل لمنظمات المجتمع المدني تمثيل للقوى السياسية كبيرة تمثيل للقوى السياسية كبيرة في الساعة السياسية الآن أنا في تقديري اللي دعم من اللجنة لجنة التسير لنغابة المحامين بالتوافق السياسي للقوى السياسية أحدث نوع من التقدم في إطار التحول الديمقراطي في البلد أننا سنشيل الوسيقى السورية ونمشي لكل القوى السياسية نفتحها للقوى السياسية لمعرفة أراءة القوى السياسية للتوقيع ده عقد البلد ده عقد الدولة ما عقد قوى السياسية بعينها ولذلك أننا ممفتحين في هذا المشروع المشروع هذا سنجلس مع كل القوى السياسية الحزب الشيوعي القوى السياسية الأخرى المبادرة الأخرى عايزين نواحد الشعب السوداني حول مشروع الوسيقة الدستورية الآن في تقييمي كخبير الدستوري عملت بريك سرو في الواقع الدستوري والسياسي في البلد أساسا هناك بعض الأحزاب السياسية بالفعل التي بدأت بالحديث عن تأييدها لهذا المشروع وبعضها يتحدث عن توقيعه على مشروع مسودة الدستورة ولكن ماذا عن الشيوعي السيد صالح محمود كيف تقيمون مشروع الدستور المقدم من قبل لجنة المحامين أهلا وسهلا مساء الخير أهلا بك أول حاجة نعم خلينا نشير إلى أنه هذا الوضع غير الدستوري الذي امتد إلى ما يقارب السنة الآن يضع كثير من الأطراف تحت ضغوط هائلة داخلية وخارجية بذات المكون العسكري ومن الجانب الآخر الحلفاء الذين كانوا في حكم فترتي حكم محمدوك وبالتالي أيضا هناك ضغوط داخلية بأن الصوار لا يزالون يواصلون الحراكة السورية ويتمسكون باللاءات الثلاث اللي هي لا تفاوض من أجل الشراكة مع العسكر نعم ولا مساومة في قضايا العدالة ولا قبول لفكرة الانتخابات المبكرة هذه هي الضغوط الداخلية من الجانب الآخر الضغوط الخارجية إذا مسكنا يعني شيرنا مثلا إلى مازق السيد فولكر وكذلك مازق الولايات المتحدة في أنه الدستور الأمريكي لا يسمح التعامل مع أي انقلاب أسكري في العالم الآن هذا الانقلاب يعني يواصل يعني يعني وجوده في في السودان إلى ما يقارب السنة نعم وهناك ضغوط هائلة من الكونجرس الأمريكي على حكومة بايدن لتحديد موقف واضح جدا من هذا الانقلاب واليوم سيد صالح لنعود إلى مسألة مساودة الدستور لكن الضغوط الأخرى سيد صالح واليوم يقدم هذا الدستور رجالي أو مساودة الدستور أنا أنا معم هل تؤيدون مساودة الدستور هذا الاتجاه نعم عشان كده هذه الضغوط لا 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 أنا ما حامشي هناك أنا أنا عايز أناقش أن هذه الضغوط هي التي تجعل هذه القوة تتعجل وأيضا تقدم المبادرات تلوها المبادرة وهي مبادرات فاشلة في حقيقة الأمر فاشلة من حيث يعني الأساس إذا نظرنا لمبادرة المحامين المبادرة التي جرت في دار المحامين هذه المبادرة يعني شبها الخلل الكبير ليست هناك نغابة للمحامين أنا عضو في نغابة المحامين ولكن ليست هناك نغابة هناك لجنة تسييرية للمحامين كان يفترض أن تنتهي أجلة لمدة بعد ثلاثة شهور الآن يعني هذه اللجنة تسييرية واصلت في في قيادة النغابة لمدة ثلاثة سنوات وهذا مخالف أيضا لكل الأعرف والخلل الآخر إنه ليس من مواجباته مهام لجنة التسيير في إنها تخطط للأحزاب السياسية لعمليات السياسية على النحو الذي رأيناه في نغابة المحامين اللي أنتج وثيقة بيفتكروها إنها هي وثيقة انتغالية هذه الوثيقة هي نفس النسخة ونفس النموذج للوثيقة المرفوضة من جماهير الشعب السوداني نعم المتهش في الأمر إنه السيد رئيس اللجنة التسيير الأستاذ علي قيلوب والأستاذ الطيب العباسي كانوا في المنصة وهم ينتمون لحزبين معروفين الحزب الأمة والحزب الاتحادي هذه العملية في نفسها يقدح في مصداقية لجنة التسيير التي ليس من مهامها أن تستغل اسم النغابة لصالح أحزاب تمشي في اتجاه التسوية المرفوضة التسوية المرفوضة لأنها تدعو إلى الشراكة مع المكون العسكري هذا هو الخلل الأول الخلل الثاني أنه لم يكن هناك أي تفويد من أي قطاع من قطاعة الشعب السوداني المعروفة في أن هذه الأجسام حتى في نغابة المحامين السودانيين ما سموا الشركاء كانوا منه وكيف تم اختيارهم والآن أنتجوا وسيغة ما معروفة هما حيفرضوا على الشعب السوداني بياته كيفية وبياته التفويط هذا هو المأزق الكبير هذه العملية فاشلة تماما دعنا ننقل هذه النقاط المهمة سيد صالح دعنا ننقلها سيد كماني في عملية الشراكة المآخذ التي ذكرتها الشراكة أولا نعم هذه المآخذ التي ذكرتها دعني أقولها لسيد كماني لا حديث عن العدالة لا حديث عن العدالة لا حديث عن المجازر التي جرت لا حديث عن المحاسبة والملاحقة للمتورطين في الانتهاكات الجسمة سنعود إلى مسألة العدالة والمحاسبة وحتى الشق الاقتصادي في هذا الظرف الحساس من حياة السودان وينذكرت بعض النقاط المتعلقة بالاقتصاد ولكن في المآخذ المذكورة من قبل كسيد صالح الدكتور كمال استعجلتم في إيجاد أو وضع هذه الوثيقة ويسأل كذلك السيد صالح من خوى لكم من منحكم صلاحية وضع مسودة للدستور السوداني من هي الجهات التي منحتكم هذه السلطة طبعا ما احترامي للرأي بتاع الزميلي صالح محمود لكن طبعا في العلم الدستوري في طريقتين لوضع الدستير في طريقة الدستير دستير السورة والدستير السورة بتقوم قوى السورة والحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في غياب مؤسسات البلد بصفة استثنائية دستور انتغالي ما دستور سابت عشان نعمل طفوط الشعب فيه في مشاكل في البلد أن احنا في سلطة انجلابية مستولة على مقاليد السلطة وده قوى بتمثل لجان المقاومة و بتمثل أسر الشهداء و بتمثل القوى السياسية الفعالة في الساعة السياسية قاعدت وسوت مسودة مشروع لدستور انتغالي المشروع ده عمد نقلة هل تمثل الشارع؟ من الشراكة مع العسكر إلى سلطة نعم؟ دكتور كامال هل تمثلون الشارع؟ كل قضايا الشارع؟ كل نمثل رؤية الشارع رؤية الشارع في الدستور الانتغالي ده نمثله الدستور ده يتكلم عن العدالة يتكلم عن ملاحقة المجرمين يتكلم عن إزالة التمكين بتاع المؤتمر الوطني يتكلم عن إيجاد وسائل جديدة متفق عليها بين الاخوة السياسية يتكلم عن وسيقة حقوق عملت بيركسروب من اختيار المحكمة الدستورية كحامل الحقوق يتكلم عن الانتخابات يتكلم عن السلطة المدنية في مجلس السيادة وفي مجلس الوزراء يتكلم عن الوفاق السياسي بين كل القوى السياسية العزب الشيوعي رفض المبادر رفض المشاركة في وضع الدستور الانتغالي الدستور الانتغالي ده مفتوح لكل القوى السياسية المشروع ده ليس فيه تزوية مع الانجلابيين بالعكس المشروع ده خطوة عملت بيركسرو في نهاية الانجلاب الانجلاب بنتهي بالمشروع دكتور كمال ولكن في هذه الوثيقة تمنح كل الصلاحيات والسلطات للأحزاب الموقعة على الوثيقة فقط ماذا عن الأحزاب الأخرى الرافضة؟ ألا تشرك في العملية السياسية؟ هل ستقصى؟ أن احنا فاتحين الوثيقة لكل القوى السياسية الآن الوثيقة دي مفتوعة على كل القوى السياسية ليس فيه إغصاء بالعكس أن احنا شغالين في أن نتوافق مع كل القوى السياسية من الحزب الشيوعي لغيت على حزاب المشاركة في الوثيقة الدستورية ده مشروع دستور انتغالي بلبي مطالب الشارع بلبي مطالب الثورة فيه أصلاح حقيقي فيه وسلطة مدنية حقيقية فيه عدالة حقيقية فيه وسيقة حقوق تعمل حقوق حقيقية نعم نعم سيد صالح الآن سؤالي ليا سيد صالح الآن أنتم تنظرون إلى هذا تطور مسألة مساودة الدستور التي تقدم هل لديكم طرح مغاير طبعا 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 أنا أندهش لكلام من الأستاذ كمال عمر في أنه من كانوا وراء ورشة التركيبات الدستورية في دار نغابة المحامين والآن في الجلسة الأخيرة أنهم بمثلوا قوى السورة هذا كلام تضليلي وغير صحيح تماما تركيبة هذه القوى التي وضعت هذه الوسيقة هي نفس قوى الهبوط الناعم هي القوى المتحالفة مع النظام القديم الآن أستاذ كمال بيقول أنه المكون العسكري لا مكان له في هذه الوسيقة المكون العسكري عنده وضع أفضل مما كان يتمتع به في الوسيقة السابقة لأنه سيكون موجود عن طريق ما يسمى بمجلس الدفاع والأمن المجلس الأعلى للدفاع والأمن وهو مجلس سيكون المهيم على كل مفاصل السلطة في البلد ومعه الشرك الآخرين من قوى الحركات المسلحة والدعم السريع أيضا أستاذ كمال ليعرف تماما أن القوى الحية للسورة مكونات معروفة في الشارع وشعرات معروفة الذين شاركوا في هذه الأعمال هم حلفاء النظام القديم بما فيهم المؤتمر الشعبي الذي يمثل الأستاذ كمال عمر أيضا ليس صحيحا أنه كان هناك أجسام ذات وزن من لجان المقاومة أو الأحزاب السياسية المعروفة بمواقفها التي تطرح شعارات التغيير الجزري الذي هو مفارق للشراكة مع العسكر أستاذ كمال يعرف تماما أن هذه القوى التي أنتجت هذه الوسيلة هي الأحزاب الأربعة التي كانت في السلطة وهي تسعى الآن بدأب شديد وبإصراب شديد للعودة إلى كراسي السلطة مع المكون العسكري هذا هو المحق في هذه العملية ومعها شركاء اتفاقية جوا ومعها الدعم السريع وهم هي أجسام لا تجد القبول الكافي لإنتاج هذه الوسيقى ولا يعرف الآن إلى أي مدى يمكن أن نسميها هذه الوسيقى هذا مشروع فقط وهو مشروع ينتظره الكثير من التحديات وإذا حاولوا أن يتقدموا خطوة أن يكونوا حكومة بموجب هذه الوسيقى أنا أعتقد أنه ستزيد هذه من يعني الوضع تأزيم وتعقيد لأن حلفاء النظام القديم سيكونون بضبط في موقع أنهم عايزين يرجعون لتوكوين حكومة أخرى يعني امتداد لنظام عمر البشير المباد هذا هو الخطر في هذه العملية في هذه العملية وهي مجازفة كبيرة أنا أنصح وأدعي أنه ما يمشو خطوة تاني لقدام حقه يطرح الوسيقى دي كمبادرة يعني أكاديمية بحتة لكن أي يعني يعني تحويلها لوسيقى سياسية عشان بموجب يكونوا حكومة ترجع بها نفس العناصر عناصر الفلول لهم والتوافغ الوطني وحلفاهم أنا أعتقد أن هذا سيشعل الشارع من جديد ولكن سيد صالحي ليست وثيقة أكاديمية مثل ما تقولون ما هي وثيقة ستقدم لأحزاب سياسية لمعرفة وجهات النظر في أقل من دقيقة الدكتور كمال وقت المخصص المقابلة حقيقة انتهى ولكن وثيقة من حلفاء النظام السابق هذا الاتهام الأخير في أقل من دقيقة ردكم طبعا دي فوبيا فوبيا بيتمتع بها الحزب الشيوعي والحزب الشيوعي الآن يعني خرج من دائرة الفعل السياسي وعاش في الواقع القديم والفلول الحزب الشيوعي كان من ضمن الفلول شارك في برلمان نيفاجة وصالح معمودة اشترك في برلمان المؤتمر وطني وكلهم أربعة أو خمسة من تمثيل الحزب الشيوعي شاركوا في برلمان المؤتمر وطني الكلام عن الفلول والكلام عن الأربعة الأربعة ديال يتعزوا من تجربة الوسيقى الدسورية الشارك فيها الحزب الشيوعي وشارك بفعالية الحزب الشيوعي في الوسيقى الموقودة وساعد الإنجلاب الآن كل القوسية الأربعة الأربعة الشاركوا يتعزوا من تجربة المشاركة شكرا وعملوا تغيير فعلي يعني العساكر ما عندهم مكان واضح صالح معمود لم يطلع على الوسيقى الدسورية صالح معمود ده صديقي أنا برسيليليو لأنه يجهل شكرا جزيلا لكوها مشروع الدسوري الانتغالي ويجهل طرق وضع الدساتير في البلد الخلاف ليس شخصية على الإطلاق والمسألة ليس شخصية كنت معنا من الخرطوم دكتور كمال عمر الخبير الدستوري والأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي سيد صالح عدني وقت المخصص فعلا لمقابل انتهى من الخرطوم كنت معنا صالح محمود المحامي وعضو اللجنة الانتغالية أنا أطالب بفرصة أيضا للحزب الشيوعي بالتأكيد نعم بالتأكيد بسيط يعني باختصار شديد من فضل أنا طبعا أول حاجة أستاذ كمال أستاذ كمال ليس خبير دستوري هو محامي ولا ينبغي أن يقول أنه هو دكتور وأيضا أنه خبير في الدستور أنا عندي دكتورة في القانون الدستوري بعد اتفاقية القاهرة معلش معلش دي حاجة تانية لكن لأي حال في كنت من الفلول يا صالح كنت من الفلول شاركت المؤتمر الوطني والمؤتمر الوطني أبداك النفقات يا كمال أنت كبير الفلول يا صالح محمود أنت من الفلول أنت من الفلول لكن خليني أنا واصل في كلامي أنت أكبر أكبر فولة سياسية اشتركت مع المؤتمر الوطني وفصلت الجنوب يا صالح محمود أنت الذي فصلت دكتور كمان من فضل دعا السيد صالح الحدث هسا أنت أطرح نفسك في الشارع أطرح نفسك في الشارع أنك أنت من قوى الصورة الحية أنت ما بتلقى دائرة واحدة يا صالح محمود في الدين ما بتفوز بعدينك أبدأ أنت حتلقى دائرة من وين مصدايخيتك السياسية أنا بلقى دائرة بلقى في منطقتك في دارفورد أنا بفوز عليك شكرا جزيلا لكم الوقت المخصص على الآن أنت في بلد على ما يدوست تتابعان هذا النقاش ولكن لاحق يا كمال عمر ليس على برنامو شكرا جزيلا لكم كنت معنا من الخطوم صالح محمود المحامي وعضو اللجنة المركزية لحزب الشيوعي وكان معنا كذلك كان معنا الدكتور كمال عمر الخبيل الدستوري والأمين السياسي لحزب المطور الشعبي شكرا جزيلا لكم شكرا جزيلا لكم